إذا أنت شخص بتشتغل بمجال الفيديو أو بمجال السينما أو حتى عندك قناة يوتيوب أكيد رح تحتاج إضاءة مستمرة ويمكن وإنت بالدور على إضاءات مستمرة سمعت عن شركة أبيتر شركة أبيتر هي شركة مختصة بتصنيع الإضاءات الكونتينيوس مخصصة بس للفيديو أو الشغل السينماي فاليوم بدنا نحكي عن أبرز رؤوس إضاءة موجودة عندهم لليوم اللي هم 300D الجيل الثاني وال120D الجيل الثاني أو بالإنجليز يسميهم 300D Mark II وال120D Mark II رؤوس الإضاءة هون تعتبر COB Chip on Board بما معناه شريحة LED مركبة على بورد إلكتروني وإلها التبريد خاص فيها ليش المختلف برؤوس الإضاءة الموجودة هون حتى يزيدوا كفائتها ويقللوا الصوت المروحة فيها فصلوا الشاحن أو مزود الطاقة عن رأس LED اللي موجود فيها فصفوا هون كامل رأس الإضاءة مخصص للتبريد شريحة LED ومزود الطاقة والأوبشنز والخيارات والواي فاي كلها صارت على جهاز منفصل الفكر رح تكون كالآتي فيه سلك من فيش الكهرباء أو من القابس لا مزود الطاقة رح يتركب عليه بعدين رح يطلع سلك من مزود الطاقة لرأس الإضاءة والسبب اللي هو زيادة كفاءة التبريد ويكون صوت المروحة أخف وشبه مخفي وغير هيك اللي نعتبر أنه أنت بدك ترفع رؤوس الإضاءة هاي لما كان كثير عالي ما رح تقدر تتحكم فيهم بالباور تاحهم بالكبسات الآخر هي لا يفضل يكون مصدر الطاقة والكبسات موجودين تحت فأنت بتتحكم بطاقة مصدر الإضاءة والأوبشنز اللي موجودة حتى لو كان كثير عالي عليه عادة عن هيك الرأسين مزود الطاقة فيهم بدعم البطارية باستخدم الفي ماونت باتري أو القولد ماونت باتري مزود الطاقة تعل 300D Mark II فيه محل البطاريتين بس انتبه أنه في جهة هون عليها لون أحمر وجهة هون لون أسود شو الفرق بينهم؟ أنه أنت بتقدر تشغل 300D Mark II على 50% وبطارية واحدة وبهاي الحالة تقريبا الباور تحتوي تصفي زي 120D أما بمزود الطاقة لـ 120D Mark II فيه مدخل بس لبطارية واحدة كمان رؤوس الإضاءة هون بتدعم الواي فاي والبلوتوث أنه أنت ممكن تشبكهم على تطبيق التليفون اسمه Sidus Link وبطارية تتحكم كل الأوبشنز اللي موجودة فيهم عن بعض تقلل الإضاءة تزيدها تلعب في الأوبشنز أو الإفكت ممكن تسجل إفكت خاص وتفصلهم عن بعض وإذا ما بدك تستخدم اللينك ممكن تستخدم الريموت اللي بيجي محهم بالشنط رؤوس الإضاءة هاي بتدعم الباون ماونت فأنت بتقدر تركب عليهم كل اللايت موديفاييرز اللي موجودة عندك أصلا بدون ما تضطر تغيرهم كامل لو بدك تشتريهم ورح نحكي بهذا الفيديو عن أكثر لايت موديفايير النشور لشركة أبتشر اللي هو اللايت دوم مارك 2 وآخر الشي بدنا نحكي عنه برؤوس الإضاءة الموجودة هون اللي هو الهاندل تاحة أو الممسك تاحة اللي بيجي على شكل حرف U وبساعدك تلف الإضاءة 360 درجة لأي زاوية بدك ياها والممسك تاحة جدا جدا قوي ومتين بيقدر يمسكها حتى لو كان عليها وزن كثير ذقيل بشكل عام هاي الخصائص اللي بتميز رؤوسي ضئة الأبتشر عن باقي الشركات وشو ممكن يفيدوك لشغلك ومؤخرا خلال هذا الأسبوع الماضي نزلوا أخ أكبر لهم اللي هو 600D Mark II وهذاك الباور تاعته جدا جدا عالية استخدامها صراحة لا إشي احترافي أكثر أو إشي ضخم جدا للسينما أو التصوير الفيديوهات الدعائية مش للاستخدام الشخصي بما أنه خلصنا شرح عن الخصائص العام اللي انت ممكن تفيدك لشغلك خليني نشرح اللي عن الفروقات بينهم الاثنين وأي واحد انت بفيدك أكثر لشغلك أبل الستوديو تاع أول فرق بينهم اللي هو كمية الطاقة اللي طالعة من مصدر الإضاءة بال300D Mark II شريحة LAD بتيجي أكبر وبتعطيك ضعف الإضاءة عن 120D Mark II لكن السؤال هون بيجي هل انت بتحتاج كل الطاقة اللي طالعة من 300D Mark II لا 120D Mark II بيكفيك بيكفي أي استوديو داخلي حتى عندي بالستوديو بيكفيني مزيادة الهدف من 300D Mark II مش استخدام استوديو أو استخدام عادي احنا بنستخدم طاقته الكبيرة حتى يضوي أكبر مساحة ممكنة فاحنا بنعكسه عن زاوية كبيرة ممكن أضربه على السقف حتى يعطيني إضاءة موزعة بالكامل أو نضربه على رفلكتر كبير ممكن نحكي مترين بمترين مشان يضوي مشهد كبير كمان أو ساحة خارجية كمان فرق ثاني بسيط ممكن يفرق معاك بشغلك إنه 120D Mark II بيجي حجبه أصغر تقريباً النص بالنسبة لل300D Mark II حتى بالنسبة لحجم الشنطة اللي بيجي فيها رؤوس الإضاءة بشنطة 300D Mark II أكبر بكثير من 120D Mark II وغير الفرق اللي حكناه مسبقاً إنه هون 300D Mark II بتقدر تركب عليه بطاريتين وهون تقدر تركب بطارية واحدة في فرق كمان بهمك إنه 120D Mark II مزود الطاقة اللي موجود فيها بيجي معاه تعليقه قماش ممكن يتدور على مكان بالستاند يتعلقها عليه وخلص تثبتها وخلص بس بيظل يتحرك بالهوى مش مثبت مية بالمية بالنسبة لل300D Mark II بيجي معاه ملقط أو كلامب إحنا منسميه بتركب على الستاند وبتشده وبيظل ثابت وتجيب مزود الطاقة بتكبسه عليه وبيظل ثابت وتتحكم كل شي بالدكياء وهذا صراحة بالنسبة لأريح وكل مستخدمي الأبتشل 300D Mark II شرح بقدر بتفرق معهم بالنسبة للشغل خلص لأنه قلبك بيكون مرتاح خصوصا مع البطاريات ووزنه الذقيل أنه ما رح يوقع أو رح يخرب أو يصير فيه إشي ولو بدك تحطه على الأرض فيه له حدايد أصلا مصممة مشان ينحط على الأرض ويظل موجود مبطوح على الأرض وإذا بدك تعلقه بمكان التعليق اللي جاي معاه متينة جدا ممكن يتثبته أي مكان بدكياء بالنسبة لواجهة المستخدم واضحة بسيطة كبسة ON أو OFF أو عجل مشان تزيد الباور وتقللها وفيه options ثانية صراحة ما رح أتعمق فيها لأنه مش مهمة جدا ما رح يكون لك استخدامها كثير مثل الإفكتات اللي هي الباباراتسي تصوير المشاهير بيعطيك إفكت كأنه فلاشات عم بتصورك إلى آخره وفيه اللمبة المكسورة وحكينا عن هاي الإفكتات بكثير من قبل بس صراحة ما بستخدمها كثير شخصيا يعني أدفي أنه أنا رأس إضاء مستمر يساعدني بتصوير الفيديو هاي الفرقات الخارجية أولى الشكل والحجم والوزن إلى آخره خلينا هلا نعمل مترينج لكمية الإضاءة اللي طالع منهم ونشوف الفرق بينهم بالنسبة لروس الإضاءة لحالها مع الرفلكتر اللي بيجمعهم ومع اللايت دوم مارك تو وشو بفرق معانا الإضاءة فيهم وهسا شبكت رؤوس الإضاءة بس بدأت تنتبه للشغلة أنه من الكهرباء وصلت سيلك لمزود الطاقة على كل واحد فيهم وبعدين طلعت من مزود الطاقة سيلك لرأس الإضاءة حتى لو هو كثير عالي عليه بقدر أتحكم كل شيء من الكبسات تحت أو بكل بساطة بقدر أشركه على تليفوني أو على الرمو هلا بدأ عمل مترينج للإضاءة اللي طالع منهم بس مشان أقدر أحسبها صح لازم أطفل كي لايت عندي ونجرب أول إشي على الثلاثمية دي مارك تو صراحة ما بنستخدم رأس الإضاءة لحاله بنستخدم مع الرفلكتر تاعة فبدنا نوفر وقت إعدادات اللايت ميتر عندي كالآتي آيزو ميو ستين وشتر واحد على خمسين هاي الاعدادات اللا أنا باستخدمها عادة على الفيديو تاعي فبالنسبة للثلاثمية دي مارك تو مع الرفلكتر أهاي الاعدادات أعطاني فتحة ثنين وثلاثين على مسافة متر وهلا بدنا نجرب المية وعشرين دي مارك تو بضوي من هون لسات عشر بالمية خلينا أزيده لمية بالمية ونحسب الباور تاعته فعلى نفس المسافة اللي قصنا عليها قبل شوي على فل باور آيزو ميو ستين شتر واحد على خمسين أعطاني فتحة ستطعش هذا بالنسبة لرؤوس الإضاءة مع الرفلكترز اللي بيجي محهم خلينا هلا نجرب مع اللايت دوم مارك تو هذا بدنا نوسع له مساحة حتى الركبة ونحسب قدير الباور وتطلع منه نطفل كي لايت ونضوي ثلاثمية دي مارك تو نحسب هلا على مسافة متر من طرف اللايت دوم على شتر واحدة خمسين وايزو ميو ستين أعطاني فتحة سبعة فاصلة واحد نجرب هلا على نفس الاعدادات على نفس المسافة تقريبا متر من طرف اللايت دوم راح يعطينا على آيزو ميو ستين شتر واحدة خمسين فتحة أربعة ونص فهي تقريبا إعدادات الكاميرا راح تستخدمها لما تصور بالثلاثمين دي مارك تو والمئة عشرين دي مارك تو مع الرفلكترز اللي مستخدمهم أو باستخدام اللايت دوم بصراح استخدامك راح يكون أكثر إشي لللايت دوم مشان يناعم الإضاءة وآخر شي ممكن نحكى عنه اللي هو محتويات الشنطة اللي بيجوا فيها عال جهتين كل شنطة بيجي فيها رأس إضاءة مزود طاقة فيهم ولكيبلات للتوصيل من مزود الطاقة لرأس الإضاءة ومن قارس الكهرباء لمزود الطاقة الفرق بينهم بالشنتات إنه شنطة 300D مارك تو تيجي أكبر ومتينة أكثر وبيجي محها السوبر كلام مشان يتثبت على الستامب إن شاء الله يكون عجبكم فيديو اليوم إذا عندكم أسئلة أو مصطلحات أو معدات حابين نشرحنا بالفيديوهات الجاد تقدروا تبعثوا لي على الفيسبوك وإنستجرام ليو دوت حماتي تذكروا دائما يا أحبابي إنه كل شخصيكم مبدع بس بطريقة الخاص يعطيكم العافية شكرا